السلام عليكم ورحمة الله متابع منذ فترة ما يكتب وما ينشر عن الائتلاف ورئيس الائتلاف وما يحاك في تلك الكتابات من أكاذيب لا صحة ولا أساس له محاولات يائسة يعرف القاصي وداني أسبابه ومن يقف خلفه ولا يتعدى ذلك أشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة لكن ينجر البعض دون تحري وراء أكاذيبهم ومستغرب أن تنجر وراء ذلك مراكز ووكالات ومحطات لها مكان كبير لدينا وأهدنا فيها تحر الحقيقة تحدثت بالأمس قناة الحدث مستندة إلى تقرير لا أساس له من الصحة ولا أطعم في قناة الحدث لكن في تقرير كاذب استندت إليه وكان حريا بالقناة تسأل لتتأكد لا يمكن أن نطعن شعبنا بظهره ولا يفعل ذلك إلا فاقد كرامه أن نهرول باتجاه النظام يعني أن نتخلى عن كرامتنا وأخلاقنا وهذا لم ولن يحدث جئنا من هذا الشعب ومن ثوابته ولن نبتعد عن شعبنا ولا عن مبادئه وثوابت ثورته التي خطها بمئات آلاف الشهداء بعشرات آلاف المعتقلين وملايين نازحين والمهجرين كرامتنا من كرامة شعبنا الذي قدم الكثير ودفع الأثمان الباهظة وأكد هنا أن ما جاء في التقرير وما حيك من بيانات ومحاضر لا صحة ولا أساس له فأرجو أن تكون ثقتكم عالية ولا تنجروا وراء بعض ملفقين جاءوا الثورة بأقنعة خدمة لمن جندهم من فروع النظام الأمنية واتبعوا هذا النهج عندما انكشفت أجنداتهم ونواياهم وعندما مست بعض الخطوات أماكنهم ومكاسبهم ثورة كرامة ضد الاستبداد والقمع بهذه الإرادة العظيمة ستستمر حتى تحقق أهدافه لا كرام لنا في مصافحة ومصالحة مجرم دمر سوريا وقتل شعبها ولا في من يمثله محاسبة المجرم أولى لن نتخلى ولن نساوم شكرا